اليوم اكو فضيحة جديدة لكنها في زمن مرتبك الزمن هذا فيه اسقاطات كثيرة وكل من يشتغل على صاحبه لان اكو تشكيلة حكومية حكومية جديدة حكومة سترحل حكومة ستأتي هناك مناصب كلا يريد الايقاع بالاخر من خلال الولوج او استخدام هذه القضية وتلك لكن الثابت عن طريق الجهات القضائية والتحقيقية ما حصله بالهيئة العامة للضرائب مما يقرب الاربعة تريليون دينار عراقي مما يسمى ببند واحد من بنود اموال الهيئة العامة للضرائب اثنين مليار ونص رقم مخيف ان يسرق بهذه الطريقة البشعة الامر الغريب بالموضوع انه احنا نسمع ونقرأ وانا اؤيد هذا انه هناك خطوات محسوسة للهيئة لهيئة النزاهة بمكافحة الفساد استقدام مجراء سابقين نواب سابقين محافظين سابقين ارقام بالمليارات من الدنانير لكن رغم هذا الفساد مدى ينزل منسوب الفساد مدى ينزل وهذا يقود الى سؤال خطير جدا ليش مدى ينزل لانه هناك متنفذين يقفون وراء هؤلاء يقول لفوت وانا بظهرك انت مالك علاقة انا موجود لذلك الفساد يبدأ يتساعد وكلما نحاول ان ننم باطراف جريمة او صفقة فساد بعد فترة تنفتح ان صفقة فساد اخرى جديدة ننشغل بهذه ونترك ذاك ذاك اليوم مقبل فترة يتذكر المشاهدين بقضية مصرف الرافدين وقضية الولياد علي غلام والعقد اللي صار وكيف ان النزاهة حققت وصارت بواتش ولطم هالسنسيانة قضية علي غلام بدأنا ننشغل بقضية الهيئة العامة للضرائب وهكذا هي الامور اذا الفساد هو صناعة وحدة تدفع وحدة حتى ننسى لكنه انا دائما اقول انه ذاكرتنا يجب ان تبقى حديدية ولذلك القضية اللي صارت بالهيئة العامة للضرائب باموال الامانات ملفتة للنظر اخبار اجا الى هيئة النزاهة في نفس اليوم في واحد ثمانية 2021 هيئة النزاهة اتوجه كتاب الى وزير المالية بايقاف الاجراءات بمعنى اول حلقة صارت انه هناك سرعة استجابة الوزير قد عرف لكن احنا اصحاب المال الشاب المتضرر من هذا ايضا بهذا لنا رأي هناك اسئلة نحتاج ان تتم الاجابة عليها في التحقيقات لنعرف كيف تمت ومن هو المذنب الحقيقي الهيئة العامة للضرائب من تاريخ عملها الى الان هواي مدراء عامين اشتغلوا بهذه الهيئة انا اريد اجي الى اخر مدير عام اللي انقل بواحد ثمانية 2020 اللي من مدير الهيئة العامة للضرائب الى هيئة الجمارك هذا المدير عندما غادر هذا التاريخ بواحد ثمانية 2020 بعد ما انطلع هذا المدير هل تم حساب الاموال المودعة في خزنة الهيئة العامة للضرائب وكم اقيامها اذا كان اكو مال لو مو كان اكو مال حتى نبدأ بالتحقيق لمعرفة من اي مدير عام ابتدأ الاختلاس او التخطيط للااختلاس بهذه القضية القضية الثانية انه تحقيقات النزاهة تقول انه اول سك تنازل من شركة الى شركة اخرى تم في ستة وعشرين تسعة الفين وواحد وعشرين هذا هذا اللي تم وكو وثيقة اثناء الحديث انا رح اعرفها عليكم هذا الامر اللي تم بعد ما اجى المدير الجديد اللي سيد الثامر عبد الهادي من اجى ثامر عبد الهادي بستة وعشرين تسعة واحد وعشرين اتحرر اول سكبي المعلومات تقول انه السيد وزير المالية صار عند شك بهذا الموضوع ونقل للسيد ثامر عبد الهادي اعتقد كما يقال الى مقر الوزارة اذا كتاب النزاهة وعملية التحويل في ستة وعشرين تسعة كانت اولى الاشياء التي قيل بها او التي انطلقت منها قضية فساد صفقة الاثلاثة لليون وسبعمائة مليار دينار اراقي بخمسة وعشرين عشرة واحد وعشرين نقل المدير السابق ثامر عبد الهادي بسبب هذا الموضوع لانه الوزير علاوي عرف بهاي التفصيلات النوب وراء ثامر عبد الهادي اجى مدير عام جديد استلم في ستة وعشرين عشرة واحد وعشرين هو اسامة حسام جودة استلم الى واحد تسعة اللي اريد اقوله بهاي القضية واكبر على هيئة النزاهة بهذا الموضوع عندما صار الاخبار هيئة النزاهة صادرت واحد وسبعين اذبار وملف خاص بالشركات ذات العلاقة وصادرت الحاسوب الخاص المتضمن كل حسابات واموال ووداع التأمينات في الهيئة العامة ضرائب وحرصت عليها ووضعتها تحت اليد حتى لا يتم التلاعب بها والله انا اقول انه هذه الخطوة كاجراء استباقي كان ممتاز جدا الواحد وسبعين اذبار الان موجودة لدى الهيئة لدى هيئة النزاهة حتى لا تمتد اليها اليد والتلاعب بها لانه الهيئة تدرك انه هنالك متنفذين وهذه خطوة متقدمة في عمل هيئة النزاهة زين طيب المبلغ اللي تتحدثون عنه الآن ثلاثة تريليون امام شعب يدور لعلى لقمة خبز اشلون وين الدولة وين الرقابة دائما انه انا في حلقات سابقة كنت امتدح تقارير ديوان الرقابة المالية وقول ديوان الرقابة المالية عندما يتدخل في قضية فانه ينطيها الطينة بالخد ويكتبها مثل ما هي وين كان في البرلمان والجهات الاخرى لا تأخذ به بعض الاحيان زين تدقق اموال هيئة العامة للضرائب اكو شركات باربعة ثمانية واحد وعشرين تقدمت بشكاوي عديدة الى هيئة النزاهة والى اللجدة المالية بالبرلمان العراقي اتقول لهم يا ابا اخوان انه احنا ذا نتعرض الى سرقة لوديانا اللي موجودة كامانات ونتعرض الى اجراءات بيروقراطية بالتعامل بمعنى انه احنا دانجبر هذه اخذت على محمل الجد وصدر التوجيهات ايضا من اللجنة المالية النيابية بضرورة ان يتدخل ديوان الرقابة المالية بالتدقيق فديوان الرقابة المالية بالتدقيق دخل الى الهيئة العامة للضرائب بالالفين وثمونتاش بناء على شكاوة لانه مثل هذه السرقة وانا اتمنى ان تعلنها هيئة النزاهة بعد اكتمال تحقيقاتها بالالفين وخمسطاش والالفين وستاش تمت سرقة لمثل هذه الاموال ولكن تم طمطمت بعدين اكو كتاب اعلى للسيد هيثم الجبوري راح اعرضه اللي من خلاله تم ايقاف اجراءات اذا تنطيني يا يا عمر هذا الكتاب للسيد هيثم الجبوري هذا الكتاب انا لا ادى اخذت لكن السيد هيثم الجبوري نشاره باحدى القروبات لعدد من النخب يقول ان هذا الكتاب انه ديوان الرقاب المالية والتدقيق وتدقيق من قبل الهيئة يعقد العمل ويعقد الاجراءات وبالتالي يلحق ضرار وايضا هذا الكتاب يتحدث عن ان الاموال هذه كيف يتم ايداعها كايراد الى الدولة بعد مضي خمس سنوات وكيف يمنح السيد الوزير صلاحية انه يعيد هذه المبالغ اذا كانوا هناك يظهروا في امطاره ويقول في الكتاب ايضا السيد هيثم الجبوري عندما كان رئيسا للجنة المالية انه ماكو داعي للتدقيق لديوان الرقابة المالية لديوان الرقابة المالية انتوا دققوا ببياناتكم ويومكم ومشوها وبالقلم الاحمر اذا اذا تم الان اكتشافه عن طريق الصدفة وعن طريق مخبر 3.7 مليار دينار سرقة امانات في عام 2022 النشاط الاقتصادي وعمل الشركات والوداع في الضرائب لا تساوي شيء قياس السنوات 2009 أو 10 و11 و12 و13 و14 اذا ما عاد وبتكليف رسمي من الحكومة الجديدة الى ديوان الرقابة المالية بعادة النظر والتحقيق والتدقيق في الارقام والاموال والوداع والامانات من 2004 الى 2018 اللي هي كانت فترة ازدهار ونشاط وتبادل تجاري عراقي كبير جدا سنكتشف انه هنالك بلاوي وسنكتشف انه هنالك ادارات ومدراء عامون متورطون وقوى واحزاب باموال قد تكون الـ 3.7 مليون لا تساوي شيء قياسا للمعلن لان ذاك الوقت كانت هناك ميزانيات انفجارية بالعراق طيب حتى نقدر نرسخ انه القضية مقصودة واراد البعض ان يتستر عليها لكنه الله دائما الباطل يفضح علي علاوي لما در بالقصة وبالقضية قدم استقالته وكتاب الاستقالة الذي قال به السيد علاوي وتحدث انه هنالك مافيات وعصابات منظمة من نواب ومشؤولين ومتنفذين ووزراء وشخصيات مهمة بالبلد لا يمكن ايقافها عن سرقة المال العام اعتقد السيد علاوي كان هنا يعني هذه القضية بعد ما وقع اول سكفي ستة وعشرين تسعة وعرف بالقضية وحاول ان يفعل شيئا السيد علاوي لكنه لم يستطع بالتالي اخذ السر ويا علاوي وطلع وعلاوي مطالب للشعب العراقي ان يكشف السر الحقيقي في هذه القضية لم يتوقف احد ويسأل علاوي ما الذي جرى ما احد قال له وانا قبل شهر من باب التذكير ومن باب ان تبقى الذاكرة العراقية حية اعدت في لقاء مع احد الاخوة ما قاله السيد علاوي وليش اهمل علاوي وحتى ان البعض قد هاجم علاوي واتهم علاوي في مرحلة من المراحل بالفساد وارد استجواب وارد استجواب علاوي هذه النقطة اللي يجب يجب ان يتم التركيز عليها لانه علاوي ما اراد للمال العام ان يسرق طيب علاوي الان هيئة النزاهة الموقرة يجب ان يكون السيد علاوي شاهدا امينا بهذه القضية بعد علاوي اجي السيد احسان عبدالجبار وحسان عبدالجبار ايضا حقق في هذه القضية ورفع كتاب الى الجهات ذات العلاق اعتقد الى النزاهة والى البرلمان العراقي وقال السيد محمد عبدالجبار انه تم التحقيق في هذه القضية طيب انا عندي كم سؤال الى السيد المعالي سيادة الوزير انت تقول انا حققت انا عندي لك اسئلة السؤال الاول انت على ماذا استندت في التحقيقات التي قام بها معاليكم ما ارسلتها اذا كانت الاظابير الواحد وسبعين اضبار هي موجودة في هيئة النزاهة والحاسب الخاصة بالامانات لهيئة العامل الضرائب موجودة لدى هيئة النزاهة هذا اولا ثانيا مع الوزير هل تستطيع ان تطلع الشاب العراقي ان تطلعنا احنا كاعلاميين للرأي العام انه كيف تم التنازل من شركة الى شركة اخرى هل تم التنازل بين وكلاء الشركات التي حصل الموضوع فيما بينها قانونا ام ان التنازل تم بصفقات خارج نطاق القانون وخارج الاعراف المتعارف عليها ومن هي الشركة التي تمت في 26 تسعة ابتدت منها زين ايضا معالي الوزير وين مذكرات التحقيق والتحاسب الضريبي هذه الاسئلة مو اسئلة فتران هذه الاسئلة يجب ان اتم الاجابة عليها وانا اعرف وعندي معلومات انه هيئة النزاهة تسأل في هذه الاسئلة وتدرك لكن انا دائما اقول واستشهد اقول حوبي تتعثرك يا خائب كلما اختلفوا وكلما ازداد الخلاف بينهم ظهرت وفي القضية بين المعالي واحد الحيتان الكبار نور على نور ما ادري منه هذا اللي صاير مال اكو خلاف واحد يدور على واحد وظهرت هذه القضية ذول المتنفذين الكبار اذا ما تبدأ منه البلد صدقني ما راح ينظف لا نور ولا ابو فاطمة ولا نجم ولا محمد يجب ان يكون اكبر من القانون يا هيئات الرقاب ويا هيئات النزاهة ويا القضاء العراقي وهذه اسماء قد ترددت كثيرا ويقف فراح مافيات ترى ماكو موظف مدير عامي بوك ما ورا ظهر فهاي الاسماء اللي الان يقول له فوت فوت بيها وانا ظهرك طبعا لانه اخو كوميشينات لاحزاب اخو كوميشينات لقوة نافذة هاي يجب ان تكون الجريمة التي يقف عندها القضاء ويشوف ويشوف هذا ليش مختلف هذا وهذا ليش دمر هذا وشوفوه نقضية ميناء الفاو وعلاقة هذا الوليات بميناء الفاو قبل ان يقع الفاس بالرأس انا اتصالت اليوم بالسيد مدير عام مصرف الرافدين السيد عبد الحسن قلت لاخوية انتو شنو علاقتكم بالموضوع الفلوس انصرفت يمكم انتو اصدرتوا بيان هالسمرات خاف الاخبار تشذب اطلعونا على الحقيقة قال انه احنا مصرف الرافدين لا علاقة لنا بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد الموضوع كله انه الهيئة العامة للضرائب لديها حسابات عدنة وتجينا سكوك وهذه السكوك يتم صرفها وفق القانون قلت لسيادة المدير العام اشتون وفق القانون قال احنا يجينا السك بارقام نطلب صحة الصدور من الهيئة العامة للضرائب الهيئة العامة للضرائب يحلفون لنا ودعت المدير العام هذا السك صحيح نصرفه لذلك قلت له انطيني الوثائق شوفوا هذه الوثيقة انطيني يا عمر كتاب مسرف الرافدين وقروا لي اسم الشرك لانا الكتاب ما خليه تهمي هذا الشركة اللي بيها شركة نفطية شسمها هذا السك اللي بعشرين خليه عمر نزل الكتاب شوي هذا السك اللي بعشرين مليار دينار عراقي الى شركة مبدعون للخدمات النفطية هذا كتاب رسمي وموقع وقبل اكو كتاب ايضا اللي يقول انه مسرف الرافدين قد خاطب الهيئة العامة للضرائب وقال لهم بصحة الصدور عن السكوك هذا الكتاب اذا ترجع لي امار هذا الكتاب اللي ارسل لي مسرف الرافدين هذا الكتاب مع مسرف الرافدين اعتقد لا مهذا هذا كتاب هذا مسرف الرافدين زين طيب هذا الهيئة يقول لك نؤيد لكم صحة الصدور السؤال هنا الجهة التي قالت بصحة الصدور ايضا هذه الجهة بحسب تقديرات هيئة النزاهة اعتقد ان لها علاقة كيف ايدت صحة الصدور وبعدين اليوم انا اسمعت خبر قيلة لي يقولون احد مدراء الهيئة الضرائب السابق يقول هذه اموال مو للدولة ما كو عمليات سرقة لانه هاي امانات لشركات ابو الوليد يعني انا اذا مواطن واروح اودع فلوسي بمصرف الرافدين بمصرف الرشيد هاي مو موال الدولة هاي يحقلها انتن سرق يحقلها انتن باك انا قبل ان اختم هذه التساؤلات ايدا وجه رسالة ايضا الى الاخ العزيز السيد رئيس هيئة النزاهة المحترم والقضاء الشرفاء الذين يشتغلون في هذه الهيئة يا سيادة رئيس هيئة النزاهة عندي تساؤل ليش كلما تطلب اضابير فرع هيئة الضرائب في البصرة لتدقيقها تنقلوا بالدنيا عليكم مع الاخرين ما يظل واحد رفيع ما يظل واحد شبير ما يخابر وبالتالي ترفض ان تنقل هذه الملفات الى بغداد لغرض الاطلاع عليها يا سيادة الرئيس هناك اخبار تقول وهذا اتمنى ان يكون على من اولويات العمل تقول انه هناك بلاوي في فرع البصرة من خلال اصدار براءات ذمة لشركات نفطية بتريليونات الاموال هذه الاموال وهذه الاضابير اتمنى ان تدقق وعندما تدققونها ستجدون ان هناك اموال بتريليونات وهناك رشاوي وهناك فسات وهناك صفقات وعندما تطلب يجب ان تنفذ وعملية طلب وتدقيق هذه الملفات هو اجراء قانوني قبل ان يكون تهمة لكن ما يقال ما يشاع ما يتم التدخل به اعتقد يا سيادة الرئيس يحتاج الى مراجعة في هذا الموضوع لانه هذه امانات انتم تتكفلون بها مثلما الان انتم تشتغلون في كل الاتجاهات هناك محطات هناك دوائر هناك فروع يسيطر عليها نافذون لا يقبلون ان تصلون اليها انا متأكد ومتيقن انه انتم ستصلون الى هذا ان كانت الملفات سليمة فكان بها وشكرا لمن كان اهلا للامانة وان كان فيها فساد فالمهمة التاريخية والانسانية والشرف المهني يقتضي ان تعاد هذه المبالغ ويقتضي ان يحاسب الجميع على هذه الاموال طالما انه هنالك حراك وايضا الريد حسم انا بعدني انتظر قضية بصرة في الرافدين وعالي غلام واليوم دخلتنا وحده وان شاء الله طبنا مالة البصرة وان شاء الله بهذا الزمن نستطيع ان نقضي على الفاسد